السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية يوم 2-6 شتنبر يعني اليوم فقد تقرر إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 يعني الدخول المدرسي اللي كان في عشرها في شرط سعود ما بقاش تأجل حتى الواحد أكتوبر يعني حتى اليوم الجمعة فاتح أكتوبر وهذا الأمر درجة عدة أسباب كتقول الوزارة تحصل وضعية الوبائية ببلادنا وضرورة تحصل المكتسبات المحققة يعني السير الإيجابي للحمة الوطنية تتلقيح بشكل عام وعمل تتلقيح الفئات العمرية 12-17 سنة و 18 سنة يعني بزاف جل الأشياء هي اللي خلت الوزارة تقرر تأجيل الدخول المدرسي إلى واحد أكتوبر يعني إلى فاتح أكتوبر من سنة 2021 إذا الدخول المدرسي ما بقاش في عشرة في شهر تسعود يعني في عشرة فهذا الشهر يوم الجمعة بل تم تأجيله إلى واحد أكتوبر إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكويل المهاني ومؤسسات التعليم العاتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية إذا نقدروا بقولوا أن العطلة تمدت والله يرفع علينا هذه الوباء وبالتوفيق للجميع إن شاء الله اشتركوا في القناة